السلام عليكم في الفيديو اللي هارضه على حضراتكم الدكتور طلالة بغزالة بيتوقع تقسيم الدول العربية وبيتكلم عن السراع بين الصين وامريكا وهل من الممكن استخدام الأسلحة النووية في الحرب بين الصين وامريكا ولا كلها تهديدات وليس روسيا والولايات روسيا هي حليف الصين نعم وبريطانيا هي حليف أمريكا نعم في هذه المعركة نعم نحن نتجه إلى طب كيف سيكون شكله يجب أن وهذا سؤال كتير حلو لأنه ما فيش حدا بيخطر له أنا مع أني مش ذكي يعني حتى الغبي مثلي لا يتخيل أنه في زيوش راح تسحف من الصين لتحتل أمريكا أو العكس هل هل تصعيد النووي بهذا التجاهل هل ستكون حرب اقتصادية التصعيد النووي إنساء هو حديث للاستهلاك ليس هناك إلا مجنون ولحد دلأ ما في قائد مجنون في العالم القائد المجنون اللي بيفكر بسلاح النووي لأنه يضربك قبل ما يضرب الخاص بالآخر صحيح فهذا ما بش وارد إنما هناك صراع من نوع جديد المسافة بعيدة جدا بين أمريكا والصين كلاهما غير قابل للاحتلال ولا للاستعمار كلاهما يملك كل الموارد الذاتية ولا يحتاج للعالم بيقدر يسكر حدوده ويعيش مئة سنة فإذن ما سيحصل هو احتكاك عسكري أتوقع بأي لحظة بأي وقت هذا الاحتكاك هدفه واحد مش واحد يغلب التاني مش حرب هي احتكاك ليضطر الطرفين أن يجلسوا على الطاولة ونحن نعرف أن كل حروب الدنيا العالمية والبينية والإقليمية والثنائية تنتهي بالجلوس على الطاولة بيجلسوا الطرفين على الطاولة وبتفقوا كيف سيحكم العالم يعني إحنا نحن إذن كأنك تقول أننا أمام تقسيم جديد مئة بالمئة خليني أكبرها شوي سايكس بيكو جديد بس دولي بشكل أو بآخر هل سيكون هناك رابح؟ بالحروب دائما في رابح وخاسر بس عالي الحرب شكلها مختلف برضو حرب في كل معركة في الدنيا ما لاش الحرب حتى لو يعني توجت هذه المعركة باتفاق وأنتجت قطبين وتفقوا على تقاسم مش هتنتج الحرب قطبين القطبين موجودين الهدف أن يتفقا على نظام عالمي جديد إذا أنت من المؤيدين أن هناك نظام عالمي جديد لأن الصين تتحدث عن نظام عالمي جديد وروسيا تتحدث عن نظام عالمي جديد فيه يعني على طريق إنهاء القطب الواحد هل سيتكلم أمريكا أول من تكلم عن نظام عالمي جديد وقالت أن هذا أن العالم والنظام الذي صنع في نهاية الحرب العالمية الثانية لم يعد يصلح ولذلك تسيح بحربها في دعمها لأكرانيا لازالت متمسكة بالنظام العالمي السعد اللي هو تفع لواء ديمقراطية تسميه النظام العالمي هو الحقيقة الهيمنة متمسكة بالهيمنة الأمريكية وهذا حقها أنا إذا أنا عندي هيمنة أستطيع أن أمارسها بمارسها